وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لذكر الموت في حياة المسلم أهمية كبرى فالمسلم عنده تتوق وشوق دائما للقاء الله تبارك وتعالى ولكنه حذر لأن المشكلة عنده أن يقدم على الله تبارك وتعالى وزاده من هذه الدنيا زاد قليل لابد أن يقدم وعنده الزاد الكامل الذي يؤهله لرؤية الله تبارك وتعالى الذي يؤهله لدخول الجنة الذي يؤهله لصحبة الأنبياء الذي يؤهله للمقامات العليا لأن أعظم أمنية عنده أن يلقى حبيبه وأن يلقى المحبوب هناك هناك في الجنة التي وعد الله بها المتقين لكن المشكلة إذا اختلت التوازنات واختلت الموازين وأصبح المسلم يترك الدنيا بطريقة لا يرضاها الله تبارك وتعالى وذلك بحجة أنه يستعد للقاء الله لقد كان عند أمراء المؤمنين لقد كانت هناك عادة أن ينقش كل واحد منهم أهم عبارة عنده على خاتمه فكل واحد نقش على خاتمه الأمنية أو العبارة التي يرغب بها أما سيدنا عمر فإنه كان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا كفى بالموت واعظا لما للموت من أهمية يريد بشكل دائم أن يتذكر لقاءه بالله تبارك وتعالى هنا أيضا كان للموت مساحة كبرى عند الأئمة والوعاظ لقد كان للموت مساحة كبرى عند كل من يرغب بلقاء الله تبارك وتعالى وأن يلقى الله تبارك وتعالى وهو مستعد لكن المشكلة عندك أنت يا صاحب الخطايا يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية يا أسير المعاصي ابكي على الذنوب الماضية يا مبارزا بالقبائح أتصبر على الهاوية يا ناسيا ذنوبه والصحف للمنسي حاوية أسفا لك إذا جاءك الموت وما أنبت وحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما أجبت كيف تصنع إذا نودي بالرحيل وما تأهبت ألست الذي بارست بالكبائر وما راقبت يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل التوازن يا كرام التوازن في ذكر الموت من السلف الصالح من بالغ بذكر الموت ورجحت كفة ذكر الموت عنده حتى انقطع عن الدنيا بالكلية وربما قصر ببعض الأمور والأسباب الدنيوية التي فيها معاشه ونحن الآن طاشت كفة ذكر الموت عندنا ورجحت كفة الإخلاد إلى الأرض اتباع الهوى رجحت كفة الميل إلى الشهوات رجحت كفة الهم بالمأكل والمشرب نسينا شيئا اسمه الآخرة نسينا شيئا اسمه الموت نسينا شيئا طالما حثنا الحبيب عليه الصلاة والسلام على ذكره وذكره لنا لنكون على استعداد أما نذكر يوم جلس الحبيب عليه الصلاة والسلام على شفير القبر بعد أن دفن أحد أصحابه وجعل يبكي فدته روحي حتى نزل الدمع إلى التراب ثم نشغ نشغة وقال عليه الصلاة والسلام إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا لمثل هذا اليوم فأعدوا لماذا نسينا الآخرة لماذا نسينا الموت لأن كفة التوازن عندنا قد طاشت في الموت ورسخت ورجحت في الإخلاد إلى الأرض وتذكر الدنيا تنبه أنا لا أقول لك إنسى الدنيا وإنما أقول لك توازن واتزن أقول لك إنك قد نسيت نسيت الموت ونسيت الآخرة واعتنيت بدنياك فوق ما ينبغي بكثير اعتنيت بدنياك فوق المطلوب بمراحل كبرى أين الاستعداد للآخرة لماذا أهملته أين التأهب للرحيل أأنت حري أن تستغفر الله أم الحبيب عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكان الصحابة الكرام يعدون للحبيب عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أن يستغفر الله أكثر من سبعين مرة أأنت بحاجة للاستغفار والتأهب للآخرة أكثر أم الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أأنت حري بك أن تتأهب للآخرة وأن تستعد للرحيل أم الحبيب عليه الصلاة والسلام أمتنا أمة العطاء يا كرام أمتنا أمة التوازن يا كرام أمتنا أمة إذا ما دفنت الميت اليوم استعدت للآخرة واستعدت للآخرة ولكنها عملت على الدنيا أما تذكرون الحديث وهذا الحديث في صحيح البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام قافل من غزوة التبوك راجع ويبطئ جمل سيدنا جابر بجانبه ما بال جملك يا جابر الحبيب أركز على هذه النقطة راجع من غزوة راجع من غزوة ما بال جملك يا جابر فقال يا رسول الله لا يمشي فنخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجمل وإذا به يسرع حتى استحيى سيدنا جابر أن يمشي ويسبق الحبيب عليه الصلاة والسلام وهنا يأتي لطف الحبيب يرفدته روحي يا جابر أتزوجت؟ نعم يا رسول الله بكرا أم ثيبا؟ هذا السؤال يسأل بعد غزوة صحيح أن هذه الغزوة لم يكن فيها قتال ولا دماء ولا شهداء ولكن الحبيب عليه الصلاة والسلام يعلمنا التوازن والاتزان فلما أجابه سيدنا جابر قال يا رسول الله تزوجت ثيبا هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فدتك روحي يا سيدي يا رسول الله قال يا رسول الله إن أبي توفي أخواته صغار فأخذ امرأة ناضجة كبيرة واعية من أجل أن تقوم على خدمة هذه الأطفال التوازن يا كرام عندما نذكر الموت ونذكر بجانبه الدنيا عندما نذكر الموت لا ننسى الاستعداد في الدنيا عندما نذكر الموت ونتأهب لذكر الموت ولكن من غير إهمال للدنيا من غير ترك لمتاع الدنيا الذي يصدح لنا الآخرة وأصدح لي دنياي التي فيها معاشي وأصدح إلي آخرة التي إليها معادي قف على هذه الموعظة ووالله إني بحاجة لهذه الموعظة قبلك لقد قطاشت كفة ذكر الموت عندنا ورجحت وثبتت ورسخت وأخلدت كفة ذكر الدنيا لقد أوغلنا في الدنيا ونسينا الموت اختلت توازن عندنا لم نعد ندرك أننا خلقنا لتلك الدنيا لذلك قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة قدم لنا الموت على الحياة كي نتذكر لنعقل لنفهم أننا خلقنا لتلك الحياة لا لهذه الدنيا أما يكفينا قول الحبيب عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا إنما أنا في الدنيا كراكب استظلت في ظل شجرة ثم راح وتركها خذ مني هذه الكلمات أعظ بها نفسي قبل أن أعظك والخطاب موجه لنفسي قبل أن يوجه قبل أن يوجه لك أو لغيرك يا من أعماله كلها إذا تؤملت سقط كم أثبت له عمل فلما عدم الإخلاص سقط يا حاضر الذهن في الدنيا فإذا جاء الدين خلط يجعل همه في الحساب فإذا صلَّ اختلط يا ساكنا عن الصواب فإذا تكلم لغط يا قريب الأجل وهو يجري من الزلل على نمط يا متكاثف الدرن لم يغسل ولم يمط يا من لا يعظه وهن العظم ولا كلام الشمط أما خط الشيب يضحك في مفرق الرأس إذا وخط أما المقام للرحيل وعلى هذا شرط يا من لا يرعوي ولا ينتهي بل على منهاج الخطيئة فقط يا مثبتا قبيح المعاصي لو تاب لا نشط أما تميل إلى الصواب أما تترك الغلط يا من إذا قيل له ويحك أقصت قصط إلى كم جور وظلم إلى كم جهل وشطط ويحك بادر هذا الزمان الخالي الملتقط فالصحة غنيمة والعافية لقت فكأنك بالموت قد سل سيفه عليك واخترت أين العزيز في الدنيا أين الغني المغتبط خيم بين القبور وضرب فستاته في الوسط وبات في اللحظ محبوسا كالأسير المرتبط واستلبت ذخائره ففرغ الصندوق والسقط وتمزق الجلد المستحسن وتمعط الشعر القطط فكأنه ما رجله ما سرح شعره قط وكأنه ممتشط وبعد عنه من يحبه إي والله وسخط ورضي وراثه بما أصابوه وجعلوا نصيبه السخط وهو وقع في قفر لا ماء فيه ولا كلام ولا لغط وكم حذر من وقوعه وكم أوقف على النقاط وكم حدث أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في القبر انضغط ويحق اقبل نصحي ولا تتعرض للسخط واحذر من المعاصي فبلقمة زل آدم وهبط ويحق اغتنم اغتنم رخص السعر فكأن قد حقحط وبادر للسلامة احذر فكأن قبض من بسط وتفكر كيف كف بالعقوبة من كف ومن انبسط أترى تقبل قول النذير أو لا تصدق الفرط أترى تقبل هذا الكلام أم تبتعد وتترك الدنيا أترى تترك الدنيا أم تنغمس فيها أترى تذكر الموت أم تذكر الدنيا كم من الناس من قيل له عند الموت يا فلان قل لا إله إلا الله فيقول لي دين على فلان كم في الناس من قيل له عند الموت سامح فلانا فيقول لهم لا أسامح فلانا إن لي حقا عند فلان إن لي كذا إن لي كذا لأنه انغمس في الدنيا رحم الله من قال إن المرء يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه فإما أن تشغل لسانك بذكر الله لتموت على هذه الحالة وإما أن تنسى الآخرة وتخلد إلى الأرض وتتبع الهوى وتنسى ذكر الموت كفى بالموت واعظا يا عمر اللهم صل على الحبيب المحبوب الذي علمنا التوازن وعلمنا كيف نذكر الموت ونأخذ من الدنيا ما يصلح لنا الآخرة اللهم صل على من علمنا التوازن والاتزان فهو يذكر الموت وهو يعيش في الدنيا من غير ترك لأسبابها التي فيها المعاش صلى الله عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا من ربيت أصحابك على العزة والأخذ بالدنيا لصلاح الآخرة لا لعمار الدنيا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي علمنا الاتزان في كل أمورنا فدتك روحي يا سيدي يا رسول الله مثلك يربي وإلا فلا أنت المربي الوحيد الذي عرفته البرية وما عرفنا في ديننا دين الإسلام مربيا إلا وقد استقى من تربيتك فدتك روحي يا سيدي يا أبا القاسم حق لنا أن نرفع رؤوسنا وأن نقول نحن المسلمون اتباعا لهديك فدتك روحي وآخر دعوانا أني الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا